بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القلوب له مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع السماء سماءه والأرض أرضه والحكم حكمه كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له عز كل ذليل وقوة كل ضعيف وغنى كل فقير من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه يعلم عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحانه القائل عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيرته خير سيرة وعطرته خير عطرة وشجرته خير شجرة نبتت في حرم وبسقت في كرم هو الأمي الذي علم المتعلمين واليتيم الذي بعث الله به الأمل في قلوب البائسين والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى شاطئ الهداية بفضل الله رب العالمين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا كثيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رِجَالا كَثِيرا وَنِسَاءَا وَاتَّقُوا اللَّهَا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَا كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهَ فَقَدْ فَازَ فَأُوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُهُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أيها الموحدون لا إله إلا الله ما الذي دفع من لم يحكم بما أنزل الله أن يحكم بغير ما أنزل الله إنه ضعف المخافة من الله ما الذي دفع تارك الصلاة على تركها إنه ضعف المخافة من الله ما الذي دفع تارك صيام رمضان وتارك الزكاة بأنواعها وتارك الحج مع قدرته عليه إن الذي تسبب في ذلك ضعف المخافة من الله ما السبب في أن يقبل أناس على جريمة الزنا على جريمة السرقة على جريمة الرشوة على عقوق الوالدين أو ما كان على شاكلة ذلك مما نهى الله تبارك وتعالى عنه إن السبب الأعظم في ذلك هو ضعف المخافة من الله عز وجل ما السبب في أن أناس أخفوا علينا البنزين والسلر إنه ضعف المخافة من الله ما السبب في أن هناك من يخطط لإسقاط المشروع الإسلامي إنه ضعف المخافة من الله فسبب كل المشكلات وسبب كل الأمراض من حقد وحسد وإيثار الدنيا على الآخرة إنه ضعف المخافة من الله لذلك فقد آثرت اليوم أن أذكر نفسي وأذكر إخواني وأحبابي في الله تبارك وتعالى بهذا الموضوع الخطير ألا وهو الخوف من الله جل وعلا الذي يحملني وإياك على أن نأتمر بأمر الله جل وعلا وأن ننتهي بنهي الله تبارك وتعالى وأن نأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننتهي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون ذلك بالإخلاص لله تعالى وحده وبمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمصارعة والقوة والحب والذل التامين لمن على العرش استوى إخوة الإيمان الخوف من الله سبب كل خير للحاكم وللمحكوم وللفرد والأسرة والمجتمع فتعالوا بنا لنتعبد لله جل وعلا سويا بتلاوة بعض الآيات التي تردني وإياكم إلى الله جل وعلا حيث قال الله تعالى في صورة البقرة وإيايا فارهبون وقال تعالى في صورة آل عمران ويحذركم الله نفسه وقال تعالى في صورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق وربنا جل وعلا يخاطب الناس أجمعين في صدر صورة الحج حيث قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن ذلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد وقال جل وعلا في صورة الطور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم وقال تعالى في صورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى في صورة النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقال تعالى في صورة البروج إن بطش ربك لشديد أيها الأحبة هذه جملة من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات تردني وإياكم إلى من على العرش استوى سبحانه وبحمده وخير ما أثني به كلامي هو كلام من لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه أيها الأحبة ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترزمان ما منكم من أحد ملكا كان أو مملوكا أميرا كان أو مأمورا رئيسا كان أو مرؤوسا قائدا كان أو مقودا رجلا كان أو امراء عربيا كان أو عجميا غنيا كان أو فقيرا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه تتكلم الإنجليزية الفرنسية الألمانية العبرية البشتو أي لغة تتكلمها ما منكم من أحد اختلاف ألسنتكم اختلاف ألوانكم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترزمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فاتقوا النار ولو بشق تمره فلقد ثابتا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي لا إله غيره إنا أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أيها الموحد يا صاحب اللحية يا صاحب الغطرة يا صاحب العمامة يا صاحب قيام الليل يا صاحب النفل في الصيام والحج والعمرة يا من تدعو إلى الله يا من أقبلت على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ واستشفاء وتحاكمة لا تغتر لا تغتر بطاعتك فإن القلب سمي قلب لكثرة تقلبه فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي لا إله غيره إِنَّا حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعَ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه ولذا فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يُؤْتَى بِجَهَنَّم يُؤْتَى بِجَهَنَّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها انظر معي يُؤْتَى بِجَهَنَّم كلام من؟ كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِجَهَنَّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يُؤْتَى بِجَهَنَّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك لو ضربت سبعين ألف سبعين ألف نزل الأصفار الثمانية وسبعة في سبعة بتسعة واربعين يعني أربعة مليار وتسعمائة مليون ملك يُؤْتَى بِجَهَنَّم ملك ملك وجبريل ملك واحد له ستمائة جناح بطرف جناح وليس بجناح إن أُمر من قبل الله جل وعلا أن يجعل غال الأرض سافلها لفعل بطرف جناح بأمر الله فكيف بجناح كامل فكيف بسائر الأجنحة وجبريل مخلوق واحد من مخلوقات الله فكيف بقدرة الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم الناس يقولون أميركا فرنسا إنجلترا الصين يا عبد الله إن ترف جناح واحد من أجنحة جبريل يجعل غال الأرض سافلها إن أُمر من قبل الجبار قدرة القادر القدير المقتدر فكن على صلة بمولاك وعلم أن مولاك أنزل الملائكة في بدر ليقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سرنا على طريق البدريين لأنعم الله علينا بما أنعم على البدريين الذين شهد لهم بالجنة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الحبيب يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال تُدِنَ الشمس تُدِنَ أي تقترب تُدِنَ الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قلت أتدري كم بيننا وبين الشمس الآن ثلاثة وتسعون مليون ميل بيننا وبين الشمس الآن ثلاثة وتسعون مليون ميل وبعد ثلاثة أشهر تُشغل المكيف إن كان في العمر بقية والمروحة وتلبس الثياب الخفيف ومع تشغيل المكيف والمراوح لا تطيق الحرارة وأنت في بلد من أحسن البلاد اعتدالاً في جوها فكيف لو كنت في الإمارات في الكويت في إفريقيا كيف يكون الحال ومع ذلك لا نطيق الحرارة وبيننا وبين الشمس ثلاثة وتسعون مليون ميل فكيف في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم حيث قال خليله محمد صلى الله عليه وسلم تُدين الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أم سافة الأرض أم الميل الذي تُكتحل به العين يا ترى هل هو اثنين كيلو لربع أم كالسبابة أم كالسبابة لو افترضنا أنه مسافة الأرض فلا أدري هل هو مسافة الأرض أم الميل الذي تُكتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه يا من تتعامل بالربا استيقظ يا من تعق والديك استيقظ يا من قطعت أرحامك استيقظ يا من قتلت نفسا مؤمنة استيقظ يا من عكفت على الأفلام والمصرحيات والمسلسلات والأغنيات استيقظ يا من أطلقت بصرك في الحرام استيقظ يا من قتلت أوقاتك في الطولة والضمن والشطرن والكرشين استيقظ يا من هجرت القرآن استيقظ يا من لم تحج إلى الآن مع قدرتك البدنية والاقتصادية استيقظ يا من تركت صلاة الجماعة يا من قصرت في صلاة الفجر يا من سمحت لابنتك أن تخرج بالستريتش والجنز والبضي والكط أما آن لك أن تعود إلى مولاك قبل أن يأتي إليك الموت وأنت متلبس بمحاربته وأنت متلبس بمخالفة شرعه يا عبد الله يا عبد الله فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حجزته أي معقد إزاره وفي مسلم ومنهم من يكون إلى ترقوته ومنهم من يلجمه العرق وإلجام وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه فاسمع مني الحديثة مرة أخرى مع أنك تحفظ ومع أنك سمعته من مشايخنا مئات المرات ولكن اسمع اسمع فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال لأحد تلامذته وهو ابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن فقال ابن مسعود رضي الله عنه متعجبا أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيري أو كما قال عليه الصلاة والسلام فاسمع روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال قال سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أم سافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرب فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حجزته ومنهم من يلجمه العرق الجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقوم الناس من أين يقومون من قبورهم يقوم الناس لمن يقومون لرب العالمين للحساب وللجزاء يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه تخيل تخيل هذا النصيري الطاغية الذي يحكم سرية كيف سيحاسب بعدما رمل النساء ويتم الأطفال وقتل الشيوخ وشرد الشباب وهدم البيوتات كيف يحاسب أمثال هؤلاء يا رب لا تجعلنا من الظالمين واجعلنا من الموحدين السنيين أحينا يا ربنا على ذلك وأمثنا يا ربنا على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا صراء وضراء ليلا ونهارا جوا وبرا وبخرا سفرا وخضرا اجعلنا على التوحيد والسنة يا رب إخوة الإيمان وأحبة الإسلام يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطط السماء وحق لها أنطط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى لذا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعموا أي كيف يطيب لي عيشا وصاحب القرن أي إصرافيل قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك ثقلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أي من خاف البيات أدلج أي صار من أول الليل وهو كناية عن التشمير في الطاعة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فهل تضرون ما هي وظيفتكم في الجنة هل هي الزراعة كلا هل هي الصناعة كلا هل هي التجارة كلا هل الذهاب إلى الجامعة إلى المدرسة إلى المغسكر إلى الأسوأ كلا وإنما وظيفتكم في الجنة يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا ورسوله وأنتم يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيري وشري إن ميتم على هذا فاعلموا رحمن الله وإياكم أن وظيفتكم في الجنة فض الأبكار وأكل لحم الأطيار والاستضلال تحت الأشجار وقطف الثمار والجلوس على شواطئ الأنهار والنظر في وجه العزيز الجبار هذه وظيفتكم في الجنة فهل من مشيمر لها بالالتزام بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على العرش استواء استواء معلوما وكيفا مجهولا والإيمان بذلك واجب والسؤال عن الكيفية بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبت عنه في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين أيها الأحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث العالمة الحافظة المحدثة الطبيبة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات أمي وأمك أم عبد الله حبيبة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أم المؤمنين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع هل استيقظت أيها النائم يا شارد اللب تعالى إلى كلام حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم تعالى إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاه قلت أي ليسوا في أقدامهم شيئا عراه أي ليسوا على أجسادهم شيئا غرلا أي ليسوا بمختونين كما نزلوا من بطون أمهاتهم فتقول الحيية فتقول الحيية التي التي هي زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة تقول الحيية الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله فقال يا عائشة يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك فهل تخيلت ونحن حفاه الملك الأمير الرئيس الوزير المحافظ الملياردير العرب العجم الرجال النساء سبعون أمة اجتمعوا في صعيد واحد حفاه عراء غرلا ولا يلتفت أحد إلى امرأة لأنه انتهى أمر الغريزة الجنسية انتهى أمر الميول إلى النساء وأمر ميول النساء للرجال وإنما كل مجغول بنفسه كل مجغول بنفسه فإذا قدر الله لي أولد أن تلتقي بأمك أمي وأمك التي حملتك في بطنها تسعة أشهر أمك التي أرضعتك حولين كاملين أمك التي ما زالت مشغولة بك بعدما غز الشيب لحيتك ورأسك وصرت جدا فإن علمت أنك في صفر لا يأتي لها نوم ولا يهدأ لها جفن حتى تعلم أنك وصلت سالما وقد غز الشيب لحيتك ورأسك وصرت جدا ولك أحفاد وأصباط وما زالت تدللك وكأنك في مرحلة المهد وكأنك تحبو هذه الأم التي أرضعتك حولين كاملين وحملتك تسعة أشهر وصهرت على راحتك وتمنت أن يكون فيها من الآلام التي فيك بدلا عنك إذا قدر لك أن تلتقي بها في أرض المحشر تذكرك بذكريات مضت فتقول لك يا ولدي يا ولدي لقد كانت بطني لك وعاءا لقد كانت بطني لك وعاءا وثديي لك سقاء وحجري لك غطاء أما من حسنة واحدة تمن بها عليه فتقول والله والله يا أم إنني أشكو ممن منه تشكين وإذا قدر لك أن يلتقي أبوك بك في أرض المحشر يذكرك بذكريات مضت فيقول لك يا ولدي لقد كنت بك بارة أي تخيرت لك أما صالحة علمتك الصلاة أما صالحة ربطتك بالمساجد ومجالس العلم وبالعلماء الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره بقال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بفهمي ولا بفهمك إنما بفهم الصديق الأكبر والفاروق وذنورين وأبو الحسنين ومن كان على ضربهم كابي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد تخيرت لك أما صالحة نعم كنت بك بارة علمتك القرآن أرشدتك إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية نعم جعلتك مرتبطا بحب الصحابة الكرام بل أرضعتك أمك حب المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بل كنا نردد أمامك أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وأن بغضهم كفر ونفاق وطويان وأنه لا ينبغي أن يكون لك ولاء أبدا إلا لله ولرسوله وللمؤمنين ولا ينبغي أن يكون عندك براء أبدا إلا من اليهود والنصارى وكل أعداء الدين من العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والشيوعيين والرافضة نعم والديمقراطيين والديكتاتوريين ومن كان على ضرب هؤلاء ممن زاغ عن طريق الحق أيها الأحبة إذا قدر لك أن تلتقي بأبيك يذكرك بذكريات مضت يا ولدي لقد كنت بكبارة وعليك محسنة وبك مشفقة كان يحرم نفسه الثيابة الفاخرة ليأتي بها إليك لتظهر أمام زملائك بمظهر يليق بك كطالب جامعي فحرم نفسه لذائذ الأطعمة والأشربة والألبسة حتى يظهرك أنت في صورة طيبة أمام زملائك فيقول لك يا ولدي لقد كنت بكبارة وعليك محسنة وبك مشفقة أمام حسنة واحدة تمن بها عليه فتقول والله يا أبتاه إنني أشكو ممن منه تشكو إذا ما الأمر الأمر يا إخواني فإذا جاءت الصاخة أي القيامة ما الذي يحدث تسوي استئناف انتهى الأمر تأتي بمحامي بمستشار انتهى الأمر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فإذا جاءت الصاخة ما الذي يحدث يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجتك التي هي لباسك وأنت لباسها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تلتصق بها حتى تصيران جسدا واحدا هذه الصاحبة تلك الزوجة هذا اللباس تفر منه أما فررت من أمك أما فررت من أبيك أما فررت من الذي أتى من صلبك فيجدر بك أن تفر من صاحبتك وصاحبته وبنيه لما يا رب قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وهنا يقسم الله جل وعلا الناس إلى قسمين فقال جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة جعلني الله ووالدي وذريتي والسامعين منهم وأما القسم الآخر عافان الله وإياكم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة نسأل الله السلامة ونسأل الله النجاة فيا إخوة الإيمان كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه أفنيت عمرك في القدم والباسكت والسلة والطيرة والمقهى أفنيت عمرك في الحشيش والبنجو والكوكين والهروين والشامبانيا والويسكي والبيرة والسجاير والسيجار والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الظور والظلم والكبر والغطرسة والتعدي على خلق الله وقتل عباد الله من الموحدين الطيبين والموحدات انظر ما هو شأنك وحالك بل الإنسان على نفسه بصيرة لا تزول قدم عبد ها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إنا كنا نستنشق ما كنتم تعملون وكل شيء أحصيناه كتاب انتبه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه علمك ليقال أنك خطيب فصيح بليغ عالم صاحبه القاء أم لترفع الجهل عن نفسك وعن إخوانك بالرحمة والحكمة والشفقة أم تأذر بشأن نفسك فإن الفضيل من عياض رحمه الله قال من أراد أن ينظر إلى مرائي فلينظر إلي هذه قولة الفضيل فماذا نقول نحن إنا لله وإنا إليه راجعون وأسأل الله الستير أن يسطرني وإياكم بستره الذي لا ينكشف عنه الفضيل يقول من أراد أن ينظر إلى مرائي فلينظر إلي الله المستعان وعليه التكلان وعمر الفاروق المبسر بالجنة الذي أنزل القرآن موافقا لرأيه في أكثر من موطن يقول لصاحب سر النبي حذيفة صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن حذيفة أنشدك الله يا حذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين فإن كان عمر يقول هذا فماذا أقول أنا وماذا تقول أن يا رب ليس لنا إلا رحمتك فيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفط عين ولا أقل من ذلك إخوة الإيمان وأحبة الإسلام لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله يا من ارتشيت يا من نهبت ميراث أخواتك البنات الضعفات يا من كنت تذهب إلى دائرة عملك قبل الدوام بساعة وتخرج قبل الدوام بساعة وتأخذ الراطب كاملا وتطعم به نفسك وأولادك وقد دخل فيه الحرام يا من تغش في البيع والشراء يا من تسرق في الميزان يا من تظن نفسك فهما وفتكا بأفعالك المخالفة تسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته هل أنفقته في حلق لحيتك أم أنفقته على شواطئ الغرداء وشرم الشيخ أم في باريس ولندن أنت أدرى بحال نفسك تسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته وعن جسمك فيما أبليته أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيا إخوة الإيمان هذه كلمات نبوية أحببت أن أرد نفسي وحضراتكم الأكارم بها إلى الله عز وجل إن كانت قد خرجت من قلب صادق فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعلها حجة لنا لا علينا وأن لا يحرمني وإياكم تفضلا منه سبحانه وإحسانا منه علينا الخوف من الله الذي فيه سعادة الدنيا والله بالعبودية الخالصة الصادقة لمن على العرش استوى وسعادة الآخرة والله بلذة النظر إلى وجه الله الكريم اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصونا على القوم الكافرين اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء الرخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين ووفق اللهم بفضلك الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة تحكيما تاما كاملا غير منقوص وارزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والمعوضة الحسنة وأجمع اللهم إخواننا في مصر كلها على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة اللهم جنبهم الفرقة يا رب العالمين اللهم اجعلهم ممن يطبقوا قول رب العالمين واعتصموا بحبل الله جميعا اللهم اجعلهم ممن ينتهوا بقول رب العالمين ولا تنازعوا فتفشلوا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محرومة وانصر اللهم بفضلك إخواننا الموحدين المجاهدين في سوريا اللهم عليك بطاغية الشام النصيري اللهم لا ترفع له في الأرض راية واجعله للخلق عبرة وآية هو ومن عاونه وآزره اللهم مكن لإخواننا الموحدين المجاهدين في مالي اللهم عليك بالفرنسيين الكفرة الذين وقفوا حجر عثرة أمام تطبيق شرع الله في مالي اللهم كن لإخواننا الموحدين في أراكان والبوصلة والهرصك وكشميرا والصومال وأريتريا وأفغانستان وسائر بلاد الإسلام والمسلمين اللهم وفقهم وسددهم وأيدهم إذا أرادوا الكتاب وصحي السنة بفهم سلف الأمة هذا والله جل وعلا أشكر الشكور العظيم أن يسر لي هذا اللقاء ثم أشكر أخي الحبيب فضيلة الشيخ شريف وفقه الله أن تسبب في أن أكحل عيني برؤية هذا الجمع الطيب وكنت وأود والله أن أبقى في مكاني إلا أنني أتيت ملبين الدعوة والله على استحياء أن أبيع الماء على أهل زمزم وأن أبيع الطمر على أهل عالية المدينة ولكنها تلبية دعوة أخي وإخواني فالله أسأل أن يطهرنا من النفاق والرياء وأن يجعل ما قلنا نافعا لنا ولإخواننا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد أقول قول هذا على ندي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمة